الخبر اولي عد عن الدراما ناجي ولمة ويا احمد ابو الرب وصبا في القصة يا حبايب اتوقع كلكم صرت تعرفوها بيحتاج ارجاع اشرحلكم اياها تقدروا تشوفون هذول ثلاث مقاطع طالة قدامكم بيشرح القصة بالكامل ولكن يا حبايب لما طلعت بمقابلة وبهذه المقابلة هي كشفت بها هواية حقائق فالموذية صار يسألها انه هل انت تحبين صبا او شون علاقة شوي اياها فردت صبا يا حبايب اتحبها بالماضي وصار تقول انها رح تطلعوا تكشف القصة لأول مرة تحكي بيها فوضحت القصة بلشت بخطوبة صبا احمد ابو الرب يوم هم هم من ازموا عليها ناجي ولمة وصار تقول انه ناجي اجي للخطوبة نوعا ما بلابس غريبة او بقميس شوي غريب وقالت ان هم صارهم فترقاتين على اليوتيوب فحبوا ان يرجعون لليوتيوب عن طريق هذه الخطبة ويصوروا المقطع وينزلوا بسرعة وردت على موضوع ليش هم ما نزلوا الفيديو قبل احمد ابو ربو صبا وقالت اوكي هم غلطاني بالموضوع وان لو احمد ابو ربو صبا طلبوا منعاتهم يحذفون الفيديو كانوا يحذفون الفيديو ولكن هم ردت ليش هم فتحوا بيث خلال حفلة بالكامل فبخلال حفلة كلها هم كانوا فتحين بيث مباشر وكملت من المقابل انهم بعد ما رجعوا للبيت اثنين اتهم دخلوا المستشفى ولكن ما احد ساعل عليهم فهذا اللي خلها انه هي تزعل منعاتهم بوجد نظري الصراحة انه احمد ابو ربو صبا كانوا مشغولين بالعرس والخطوبة مالتهم فهذا الشيء يمكن ما خلهم انهم ما يسألوا عليهم ونسي الشيء بالنسبة الناجوي لما يا حبايب فهمهم غلطة وننزلوا المقطع قبلهم يمكن مجرد شهر دون تفاعل بسرعة المهم انه كملت لما يا حبايب القصة انه عساس بيوم الايام هي لشان تشوف على التيك توك وشافت ابنية مصرية قاعدة ترقص على اغنية معينة وسبحان الله بنسو الصدفة يا حبايب اللي بنسو الوقت صبا شات منزلة تيك توك على اغنية شوية بها كلمات زاء 18 ولكن قلت انه هي ما شافت تيك توك مال صبا وانه ما طرعت بسطورية صار تتهاجم البنت المصرية اللي الى الان ما احد يعرف ماذا هي وانه هي تحب صبا وما كانت تقصدها بهذا السطوري طبعا الله اعلم اذا هي تحجي الصدق او لا ولكن مادر اكتبها بالكومنتاج ان توقعاتكم وطبعا للصدفة الثانية يا حبايب قلت انه هي تحطها لايك على اغنية زاء 18 انه هي مو بقصدها وانه ما بصدت فمشان تسامعتها وطبعا لحب انه يعرف القصة بالكامل هذا الموضوع تقاروا نشوفون هذا المقطع يا حبايب هم رعطوكم يا بلوصة شوفوه فمادر الصراحة اكتبها بالكومنتاج تشوفون فاليا حطت لايك على اغنية زاء 18 بالصدفة مادره طبعا شي حلو يا حبايب المقابل انه لما طلبت من الصبا انه هي تصالحها وانه هي تسامحها اذا هي غلطة بحقها فصراحة شي حلو وان شاء الله يتصالحون المهم انه كاملت بالمقابل انه هي عساسة تصلت على صبا ولكن صبا هي مردت عليها مادر الصراحة الرغم انه احمد ابو روب كذب هذا الشي من خلال الستوري ما تلي نزله لما قال انه لما ما حاولت ولم ردت تتصل بصبا فاكتبنا بالكومنتاج من توقعون الكذب ما بينهم طبعا هذي هي ختم القصة يا حبايب لحب انه يتأكد من كلامي تقروا تشوفوني يا حبايب المقابلة رح احط لكم ياها بالوصف رح اشوفوها كامل انه لخصت لكم ياها بهذا المقطع ولكن لم يصدقني رح يشوفوا بعد بكيفه المهم يا حبايب بس لنها وصلت المقطع فجروا طبع اللايكات وشيكوا على الوصف المقاطع اشوفوها بس جانكم في زم قد من القصصص احبكم مع السلام